ما أسميناه بالوثيقة السياسية لجماعة العدو الإحسان ولعل أول سؤال يتبادر إلى بعض الأدهان هو لماذا الآن؟ هو سؤال كان سيطرح في جميع الأحوال سواء صدرت أمس أو يوم غاد وقد يجنح الخيال بالبعض فيذهب بعيداً ويأتي بتأويلات لا تمتل حقيقة بصلة لذلك آثرت أن أستبيقتها السؤال وأشرح باختصار شديد الأسباب وراء صدور الوثيقة اليوم وليس أمس الوثيقة باعتبارها فكرة ومشروعاً على الورق كانت موجودة منذ عدة سنوات ولكننا كنا نرفض نشر هذه العموم لسبب بسيط وهو أنه ليست هناك إرادة سياسية حقيقة حقيقية للإصلاح ولا توجد بيئة تعددية ديمقراطية قابلة لاستيعاب الجميع ودون إقصاء ورغم إلحاء بعض الفضلات ضللنا لتمسك بموقفنا على اعتبار أنه ما لم تتوفر إرادة سياسية وضمانات دوسورية وقانونية تعطي لصوت المواطن قيمة وللمشاركة معنا فإن الحديث عن تقديم اقتراحة مختراحات لتجاوز الأعطاب التي يعاني منها مختلف القطاعات السياسية والإدارية والاقتصادية والجتماعية سيكون صيحة في واد أو كما قال الشاعر قديماً لقد أسمعتك لو ناديت حياً ولكن لا حياة لم تنادي وربما عود أن نساهم في جذب الأنظار إلى القضايا المصيرية مثل الفساد والاستبداد وغياب إرادة الإصلاح والتغيير والتركيز على البداية الصحيحة لإصلاح حقيقي نعطي الفرصة لنقاش المغلوط ومعارك هاميشية كان هذا تقدرون واليوم قررنا أن نعيد النظر في هذا الموقف ليس لأنه قد حصل تحول في موقف السلطة وأن المناخ السياسي العام قد تهيأ للعمل السياسي بشروطه المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية ولكن رغبة منها سبب لتجاوز ما كان يعيب علينا بعض الفضلة هذا سبب سبب آخر وهو تبديد لما كان يحسبه البعض غموض غير مريح يعني العجل الإحسان ما عرفناش كيف ستفكر ما عرفناش بغدير ما عرفناش يعني لا شك أطمح إلى غير ذلك سبب آخر وهو دفع لما يروجه الإعلام الرسمي ومن يسيره في ركابه من تشويه واتهامة باطلة للعجل الإحسان من أجل تخويف منها وردوا البال من العلم الإحسان وردوا الخلافة وردوا تقضي على التعدد يرى إلى آخر يدركم للإدعايات المعروفة لذلك قررنا أن ننشرها اليوم آملين أن لا تتير التخوفات التي كنا نتحدد عنها سابقا أعلموا أن هذا الشرح ربما لا يقتنع به البعض ويسر على أن هناك شيء يطبخ والحقيقة أن الأمر كما قلت ليس هناك لا طبيق ولا بطيق وكان يسعنا أن نكتفي بالقول لقد كان الرأي وأعدنا النظر في ذلك الرأي فما هو المشكل طالما أننا لا نزال متمسكين بما دئينا لم نساوم عليها ولم نغير منها شيئا وقد ارتحل من ارتحل مننا إلى الآخرة رحم الله الجميع ومن بقي لا يزال يسير في نفس الدرب وعلى نفس النية وهي ابتغاء الخير والعدل والكرامة في الجميع والرقي في بلدنا إلى مكانة عزيزة ومحترمة بين الأمم والوثيقة التي ننشرها اليوم كانت جائزة هذه الوثيقة في الصغر التي رقم قد طرعوا لها دارها كانت جائزة قبل عدة أشهر وتدارسها مختلف مؤسسات الجماعة وصادق على المجلس الخطري للدائرة السياسية الذي نعقد يوم السبت والأحد 21-22 أكتوبر 2023 ولكننا مرة أخرى قدرنا أن الوقت غير مناسب نظر الأحداث التي عرفتها بلادنا مثل كارثة الحوز وما صحب بمآسي وآلام أشغالة الناس وكذلك سعار التطبيع وما أطر من زعاج شديد على مستقبل المغرب والمغاربة ثم جاءت الحرب الهامجية الصهيونية على غزة فكادت أن تنسينا محننا الداخلية هذه الكوارث المتتالية فضلا عن الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة كل ذلك جعلنا نطرية قليلا انتظار لفرصة مناسبة لكن 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 الأرزاء لم تنقاطع كلما خفت واحدة بزقت أخرى نسأل الله حتى غدا حالنا مثل ما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشائم النبالي فصرت إذا أصابت سهامون تكسرت النصال على النصال ولكن أبو الطيب قل لي ماذا نصنع في المزيد من الانتظار قد تصبح معه الوثيقة متجاوزة ومحتاجة إلى مراجعة وهذا ما نريد أن نتفاده لذلك عقدنا العزم على أن ننشرها اليوم تقدم هذه الوثيقة مقترحة ناقف المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي ليس بنفس البرنامج الانتخابي لأننا لسنا بصدد انتخابات وإنما بسيغة يرجى أن تكون مساهمة في تحريك الوضع السياسي الراكد وإطارة نقاش عمومي حول الإصلاحة العميقة التي يحتاجها بلدنا للخروج من حالة الاختناق التي تعيش يعيشها وما ترتب عليها من إفساد للبلاد وظلم للعباد وحرمان من العيش الكريم بفئات واسعة من هذا الشعب المبتل لا نزعم أننا جئنا في هذه الوثيقة بما لم تستطعوا الأوائل هو أن ما نقدمه فوق النقد والملاحظة وأننا متمسكون بكل مقترحين حتى وإن بدا ما هو أفضل منه نحن نعرف حدود هذا المعروض لا سيما أن المعلومة الدقيقة في نظامنا السياسي وفي الأنظمة المشابعة محروصة حراسة شديدة لا سبيل للوصول إليها وإنما وجدهاد اعتمدنا في سياغتي على ما هو منشور أو متداول أو ما أمكن الوصول إليه وعلى تقدير ما يمكن أن يكون قابل الإنجاز إن توفرت البيئة المناسبة للتغيير والإصلاح من أجل مغرب يتسعي للجميع ويقوى على الصمود والمقاومة في عالم لا يرحم الدعافة وأملنا أن تسايم هذه الوطيقة في تبديد غيوم من سوء الفهم تراكمت لسبب الحرب الإعلامي الشارسة والعدي الإحسان لتشوي مقاصدها وغاياتها وأن تكون حافزا على العمل المشترك مع الغيورين في هذا البلد وتبديد الحواجد النفسية التي شجعت عليها سياسة فرق تسود والتنبيه على خطر تضخيم الخلافات بين أبناء الوطن الواحد والدخول في معارك هامشية تتير الأحقاد وتستنزف الجهود وتترك المجال فسيحا للمفسدين لكي يفعلوا بالبلاد والعباد ما يشاءون دون حسيب ولا رقيب هذا أملنا وهذا قصدنا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر